موسيقى مساء الخير لما قريت قصة النهار ده أول مرة حسيت أن أنا بتفرج على فيلم من بتوع الجريمة الغامضة البطل بيعمل جرائم والبوليس طول الفيلم بيحاول يعرفه مين في الآخر بيطلع المجرم هو الشخص الهادي اللي في حاله اتحول لمجرم بسبب مشاكل وعقد نفسية عاشه وهو صغير ده اللي حسيته وإحنا قاعدين بنذكر قصتك يا شهاب قصة غريبة جدا والأول مرة بنسمعها هنا في قصة حقيقية بطل قصة حقيقية النهار ده هو شهاب بعث يقول لنا تنمر زميلي وأهلي علي خلوني أعمل حاجات محدش يتخيلها على الإنترنت طب إيه الحاجات اللي هو أعملها وإيه الحاجات اللي محدش يتخيلها تعالوا بنسمع القصة من الأول ونشوف شهاب بعث يقول لنا اسمي شهاب وعندي 21 سنة وأنا صغير في سنة ستة ابتدائي زميلي بنات كانوا بيتنمروا علي عشان ملامح وشي كانت عاملة زي البنات حسب ما كانوا بيقولوا وكنت من خنقتي بروح أمام المدرسة وأفضل عيط عشان ما حدش يشوفني لما كنت برجع البيت كنت باشتكي الأهلي عشان يجبوا لي حقي فكانوا بيتطريعوا علي ويقولوا لي أول مرة نشوف بنات هي اللي بتتطريع على ولد وتخليها عيط رغم أني كنت بحب المدرسة بس ما كنتش بحب أقرأ ولا أكتب كنت فاشل وأفشل واحد في الفصل مع مرتبة الشرف حاولت كتير أذاكر وأكتهد عشان يكون ليا مستقبل بس للأسف إخوتي ما كانوش بيذكروا لي ووالدي ووالدتي ما كانوش فاضين يسمعوني ويعرفوا إم دايقني كنت number one في التريع يعني كنت ملتشت البيت والمدرسة لما كان بييجي علي بالليل كنت بخاف يطلع علي الصبح عشان عارف لما روح المدرسة هيتريعوا علي تاني تالت ورابع كمان حاولت أتجاه الكل ده وأكون في حالي رغم فاشلي ومشاكلي عديت السنة بمجموع حلو وروحت عددية بس برضو رغم مجموعي كبير في الابتدائية كنت فاشل في الكمبيوتر ومدرسين بتوعي ما كانوش عايزين يساعدوني في الفهم والشرح ولا كانوا بيجاوبوا على أسئلتي حاولت كتير أفهم لوحدي بس كل ما حاول أفهم كان بيجي في دماغي أرر مع ذلك ما يقستش حاولت واجتهت وذاكرت لحد ما علمت نفسي وفهمت بمعنى لغات البرمجة وعرفت كمان يعني إيه؟ هاكينج أو اختراق عديت أولى وتاني عدادي وجيت في الثالثة بقيت زي البطل بلدي حسيت إني ضايع رغم كده عديت في الآخر بمجموع حلو بقولك يا شاب تعالي نقف شوية عشان نتكلم معاك في موضوع القصة ده موضوع قصة النهاردة اللي و أنا زعلانة قوي زعلانة أن ممكن ناس من كتر التنمر تنايم واحد بالليل مش عايز يطلع عليه صبح زعلانة أني حاسة بيك جدا وزعلانة أني بشوف حالات كتير جدا كده وهنتكلم النهاردة بس مش ملاحظ يا شاب أن أنت الثاني مرة بتقول كنت فاشل بس بعد كده عديت بمجموع حلو بتحبط نفسك ليه طب إزاي؟ كنت بتغيش مسلا في الامتحانات بس لهما بيتنمروا عليك عيخة غششوك ليه طب عملت إيه؟ عشان تنجح بمجموع كبير رغم أن أنت عمال توصف نفسك وتقول أنا فاشل غلط بس تعلو نكمل بعد ما دخلت سنوية عامة كنت أفشل واحد في الفصل كان كل زميلي بيكرهوني وبيعملوا فيي مقالب وبيترياءوا علي كنت لما بروح البيت بفضل أعيط بدأي أني أموت وإخواتي كانوا بيترياءوا علي لما بقولهم على اللي بيحصل في المدرس مدرسين بتوعي كانوا بيعملوني زي المسخ بس كنت بقول لنفسي خليك هذه العنف مش هيغير حاجة وكنت بس كت وبستحمل لحد ما عديت أولى وتانية وتالت سنوي وجبت مجموعة ودخلت كلية حاسبات ومعلومات بدأت أطبق اللي تعلمته في الكمبيوتر والإنترنت في السنين اللي فاتت كنت بدخل على أي موقع مدفوع أخد بيانات الفيزا كارد المدفوعة عملت حاجات كتير ما حدش يتخيله مع أني كنت أتافه جدا جدا بكل فخر يعني كنت بعمل هاكينج أو بهاك بخترق موقع عالمي عشان أشحن لعبة PUBG كنت بأشحن ألعب لصحابي لحد ما حسيت بالتفاهة وقلت إنه لأنا بعمله ده مالوش نتيجة فقررت أنقل نشاطي وألعب على كبير بدأت أقفل المواقع الإباحية والمسونية على الأقل أبقى استغليت شطرتي في حاجة مفيدة وبتحارب الشر أقفلت أكتر من مئة موقع إباحي مواقع مسونية كتير تغلط في الإسلام ورسول عليه الصفد للصلاة والسلام ولما صحابي عرفوا ضربوني ورموني في النيل من على كوبري اكتوبر وجالي ارتجاج في المخ وده كله عشان بيتفرجوا على المواقع الإباحية اللي أنا قفلتها لهم وأنا مقتنع إني ما عملتش حاجة غلط بغض النظر عن صحة كلامك إنه صح أو غلط يا شهاد بس أي حد بيبعت لنا هنا أنا بصدق وحبيبي لأنه بصراحة مش متأكدة إذا كنت فعلا عملت كده بس خلينا أسألك هل فعلا لو في مواقع أو مثلا ناس بتكتب بوست ضد الدين أو الأخلاق طب إحنا منحقنا إن إحنا نحرابها بأدينا أو ندي نفسنا السلطة إن إحنا نقفلها يعني أنا همشي معاك للآخر بس هل ده يعني ممكن نعتبره خير تعالوا نكم كل يا سيلي قاعدوا يلموني على اللي عملتوا بس أنا مقتنع إني ما عملتش حاجة غلط لأن المواقع دي بتسمم عقول الشباب وبعض أصحاب المواقع دي بيدوروا علي عاملين بوست على الفيسبوك عشان لو حد يعرف يرشد عني بابا وماما كل شوية لوموني ويعزبوني لدرجة إني فكرت كتير أنتحر بس بقول لنفسي يعني استحملت كل ده وفي الآخر تموت كافر لحد ما الموضوع اتطور معي فكرت أدخل الديب ويب وفعلا عرفت أدخله قفلت مواقع كتير لبيع الجسس والأسلحة والأعضاء ومجرمين من الديب ويب من أصحاب المواقع اللي قفلتها عارفوا يوصلوا لي حاولوا يقتلوني أكتر من مرة أنا عارف أني عملت جريمة وعقوبتها 15 سنة سجن بس مقتنعني صح أنا كنت بتعذب لمدة 20 سنة فكرت أنتحر مليون مرة في اليوم ياريت تزيعوا معاناتي وأي حد يفهمني اللي عملته ده صح ولا غلط قولوا لي أنا شجاع ولا جبان أنا جاني ولا ضحايا هو أنا ممكن أقول لكم حاجة ويمكن الكرو ما يعرفهاش يعني أنا هقولها دلوقتي أنه بس مثلاً ممكن اتنين ما كرو ليعرفوها أنا ما صدقتش لما شفت القصة دي غير لما شفتها بعناية مبعوطة على الواتساب أنا فضلت عدم تناحى مزهولة مش مصدقة أن دي قصة حقيقية جيلنا هنا في قصة حقيقية لأن إحنا قدام مصيبة مش هناجاني ولا ضحية سؤال بيسأله في نهاية حكايته أو نهاية قصته إحنا قدام مصيبة لو اللي بيقوله ده حقيقي تبقى مصيبة ولو اللي بيقوله مش حقيقي تبقى مصيبة بينزل يروحي مدرسة عادي بينزل يتعامل مع الناس في الشارع في الآخر بنسمع عن سفحين بس كانوا مرضى نفسيين لأ محتاجين لتكلم كتير قوي استنونا بعد الفاصل قصتنا النهاردة عن شهاب طالب كلية الحاسبات والمعلومات اللي بعت يقول لنا أنا عملت جريمة عقوبتها السجن 15 سنة بس كنت مقتنع أني صح وهي أني دخلت الديب واب قفلت مواقع كتير بتبيع الجسس والأسلحة والأعضاء مجرمين من الديب واب عارفوا يوصلوا لي بيحاولوا يقتلوني أكتر من مرة مشكلة أن حكاية شهاب بدأت من هو صغير لما كان في ساتة ابتدائي كان زميله البنات بيترياؤوا عليه عشان بيقولوا أن ملامح وشه يعني شبه البنات فلما هو كان بيروح البيت ويروح يعني بيعاية لأهله كانوا بيترياؤوا عليه أكتر ويخلوه يعاية لأنه ما فيش راجل بيعاية بسبب بنات فشهابه وبيحكي حكايته طول الوقت شايف نفسه ضحية التنمر وضحية عموما من صحابه أخواته بابا ومامته وما شكرش في حد في القصر طول الوقت شايف أنه هو فاشل في الفصل وما حدش من زميله أو مدرسين بتوعب يعني بيسألهم ما بيردوش عليه ودي حاجة غريبة جدا لما دخل الكلية بدأ بقى يدخل على أي موقع مدفوع ياخد بيانات الفيزا كارد المدفوعة بيعمل هاكينج أو يخترق مواقع عالمية عشان يشحن لابة بوبجي لحد ما حسب التفاهة قرر نوين إن نشاطه بدأ بقى يقفل مواقع الإباحية والمسونية على حد قوله وبكده من وجهة نظره أنه استغل شطرته فحاجة مفيدة وبتحارب الشر بيقوله أنه قفل أكتر من مئة موقع إباحي ومواقع مسونية دلوقتي شهاد بقى عايز يعرف العمله ده صح ولا غلط طب هل هو كده شجاع ولا جبان جاني ولا مجني عليه والجانب اللي أنتو مش شايفينه في القصة هل القصة دي حقيقية ولا لأ وهل لو مش حقيقية احنا هنعمل مع الشاب ده إيه دي كارسة وهل هو بقيت لنا يسألنا عشان هو ناوي يعمل كده لو ما كانش الكلام ده حقيقي فاحنا نبقى قدام مصيبة كبيرة مشكلة الأكبر إزاي أهل ومش شايفين ده كله إزاي أنتو عايشين معا في البيت هو بعث يقول لنا كده عشان كده منوارنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد محمود حمودة استشاري الطب النفسي عشان نشوف هنعمل ايه إزايك يا دكتور حمود إزايك يا سهيل أخبارك إيه بقى إنا كتير ما تخنقناش يا روكي آه والله آه إيه رأيك في قصة النهاردة والله هي قصة غريبة يعني تعرف أن أنا مسكتش غير لما بعثوا لي القصة مكتوبة يعني من الرقم الشخص ده أنا عمل أقولهم يعني إيه جماعة الواتساب اللي هو ده مش حقيقي تتكلموا جد ده مش حقيقي لو عشان يسكتوني بعثوا لي بقى القصة ده بجد ده في حد بعد كده بس هو يعني إحنا لو ما نفترض أن القصة حقيقية فعلا فإحنا عندنا سيناريوين سيناريو الأولاني أنه الولد ده مريض وده الأوقع أنه عنده اضطراب الشخصية الاضطهادية والموضوع ممكن يكون قلب معاها بعد كده بسكيزوفرانيا فعلا أنه هو شايف في القصة أنه كل الناس متأمر عليه ومتأمر ضده الناس كلها بتتاريق عليه أنا ما شكرش في حد واحد كل الناس كل الناس ده مش طبيعي ده مش طبيعي ده معناه أنه يعني قلك بابايا وممتي وإخواتي والمدرسين وزميلي في الفصل وزميلي في الكلية يعني مش معقولة للعالم سيء للدرجات ما فيش ولا حد بيحبه طي ومين رموه في النيل وجابوله رتجاج في المو فأنا مش فاهم ده يعني معا أنه هو عنده الطراب الشخصية للتهادية وممكن يكون قلب بسكيزوفرانيا كمان بسنا شايف حاجة تانية بقى أنا قديني تشخيصي بقى أنا كدكتور أنا من الحق أقول يعني هو بيدور على أي اهتمام فعايز يبقى هو هاكر وعايز يبقى حاجة ومش حد مضطهد وبيعمل له نجم فأنا مش عاجبيني يعني حتى لما بيوصف نفسه في التاريخ نمبر ون في التاريخ أنا أفشل واحد بس أنا موجود يعني ده اللي أنا حتى أقرأ أنت بتعمل كده ليه؟ هو سيكينج أتنشان بدليل أنه بعت الرسالة يعني متطفق معاكي أنه هو بعت رسالة عشان ياخد اهتمام بعت رسالة يقول أنه المفروض الناس بتدار علي والمجرمين عايزين يقتلوني والمفروض أنا عملت الجريمة وعقوبتها 15 سنة سجن فما حانش هيقول كده إلا لو هو بيدور على الاهتمام فأنا متطفق معاكي لفكرة أنه هو بيدور على الاهتمام بس هو الشخص اللي عنده إحساس بالاضطهاد طول الوقت ده ما يطلع شي غير حاجة من اتنين يا مريد فصام يا سفر يا مريد اضطراب الشخصية الاضطهادية مالهاش حل تالت خلاص؟ عشان نقول السكة دي طب لو إحنا قلنا بقى يعني ده تعرض للترمر وترمر أصل فيه نفسيا وقصة بقى حقيقية ومصدقينها لا التراب الشخصية الاضطهادية مش لازم يكون وراسة بس طريقة التعامل مع الطفل وتربيط الطفل وبعض يعني فيه جينات طفيفة كده بتؤثر في تكوين الشخصية لكن الأساس الاسكتزوفرينيا برضو مش وراسة فيه عامل وراسي الأمراض النفسية العامل الوراسي فيها مهم بس لازم تجتمع مجموعة من العوامل يعني لازم يبقى فيه عامل بيولوجي خلال كيمياء في المخ عشان يعمل مرض زي الفصام مع الجينات الوراسية مع العامل النفسية والعامل الاجتماعية دي زيها زي المنغولين بيبيز أو الأطفال المنغولين يعني قصدي حاجة أن أنا اكتشفت أنه فجأة مؤخرا يا دكتور الأهالي اللي عندها أمراض نفسية وعندهم بجد في شجرة العيلة في حد عنده مرض نفسي لازم ييجي في العيلة حد تصيبه اللعنة زي ما يكون أنه طفل عنده بس مش شرط بس بنرجع ندور أنه ده لي يعني إحنا دلوقتي بقينا نفكر في مرض النفسي لقلش ده ملبوس يعني آه بالظبط أنا دي مشكلتي بس المرض النفسي هو اسمه الطراب مش مرض عشان هو مش سببه عامل واحد لو قلنا أن العامل الوراسي هو السبب الوحيد بقى مرض بقى دزيز لكن هو ديس أوردر ليه لأنه ما فيش سبب واضح للمرض ولكن مجموعة من العوامل تتضافر على المريض فيجيله المرض إيه بقى المجموعة العوامل زي ما قلنا بقى العامل الجيني أو العامل الوراسي خلال كيميائي في المخ والعامل النفسي والعامل الاجتماعي الأربعة يجتمعوا فيظهر عليه المرض عشان كده حد ممكن يبقى بيحمل جين المرض تمام هو واخوه أخوه اتعرض لتنمر واتعرض لظروف وضغوط وحاجات نفسية أثرت فيه فدخل في المرض وهو ما تعرضش لده فما ظهرش عليه المرض فمش أي حد يحمل الجين يظهر عليه المرض احنا قاعدين عمالين بس بنحاول نخمن بس أنا لأول مرة باب جد نفسي شوف رأيي الشارع هيقول إيه النهارد يعني تيجي نسمع رأيي الناس هل هي تقبلت أصلا المرض النفسي أو شايفينه مريض نفسي ولا شايفينه حقيقي ولا شايفينه ايه تعال نشوف يا دكتور حمود يا الله بين أو أنا شايف أنها كسة كويسة وكل حاجة بس أنا شايف أن فيها طبيع خيالي شوية طريقة كلامه عن نفسه فيها مبالغة من ناحية الأفعال اللي هو عملها إنما من اللي حصل له مثلا والحاجات اللي اتعرض لها أنا شايف أنها طبيعية وممكن تحصل في أي مكان في المجتمع المصري هنا تنمر ممكن يكون جايله أكتر من أهله في البيت من أخواته أكتر من المدرسة ونقطة الدعم أهله ما كانونش بيدعموه تماما ممكن يكونوا مثلا هم فاكرين أن نقدهم لي وطريقة كلامهم عنه دي بالنسبة له هتبقى نقد ودافع أن يغير لنفسه بس مع الأسف هي ما بتنفعش في الموضوع ده خالص وبل بتأدي لأثر سلبي وعكسي على الطفل إن الطفل بيبقى محتاج دعم غير مشروط من الأهل مش نقد هو بقى ما من النصيحة لإنسان زي دوت مثلا هيبقى أنه يدرق أكتر حاجة أنه يروح لدكتور نفسي ويطلع من البيئة اللي هو فيها هي قصة دي منتشرة صراحة كتير في المجتمع وخصوصا للفترة الأخيرة لأن توعية الأهل لأن نمنع التنمر دي ما بقيتش موجودة للأسف بس المفروض أنه يعني إحنا دورنا دلوقتي في المجتمع أي إن كان حد قريب مني أن أنا أوعين أن التنمر ده حاجة مش كويسة أول حاجة بالنسبة لي لأهل يعني الواحد بالنسبة له زي هو لاقي الدعم نفسي كله من أهله وهيبقى كويس بس هل واحد في بيته ملقاش ده أعتقد سيبقى صعب بعد كده ويشوف المجتمع كله حواليه يعني هيشوفه الموضوع أسوأ أو أكبر حتى لو الموضوع بسيط دعيف عشان هو مش بيتحمل مش بيتحمل اللي بيحصل فيه يعني اللي بيحصل لازم أن يتحمل ولازم أن يعد ولازم أن ينجح بس هو اللي مش بالطريق ده مش صعب نفسه اللي حاجة قدامه القيارين اللي يمشي في الصح اللي يمشي في الغالفة ومشي في الغالفة هو ضحية نفسه هو اللي عام كده في نفسه أنا تعرضت للتنمر بس فيه أوقات بزعل أوقات ما بزعلش أنه بزعل شوية وبعد كده بعد أنصحوا أنه يصلي ويصبع على وبنا ومعما حصل ما يسبش الصلاة ويقع أنا أحاول يبقى أحسن أول خطوة يروح لذيكور نفسه ثاني خطوة اللي هي يشوف حد يساعده بيئة حوالي تساعده بيئة يعني ايه تتحسن من إرطه في الموضوع ده ضحية أسرته لأن الأسرة هي البيئة اللي بتطلع لذيبناء ده هي اللي بتنشعل بنادام ده ليكون صالح ليكون فاسد أقول لأهله أنهما يعني يقربوا من ابنهم أكتر من كده يعرفوا مشكله وما يفرقوش ما بين ولد والتاني ويهتموا بيه أكتر من كده يعني يستخدموا بالحاجتين بس هو فاق يعني هو فاق أنه يستخدمه بشكل أحسن بكثير وفعلاً هو ساعد المجتمع بس بطريقة غلط كان المفروض أنه حد يساعده أو حد يبقى معاه علشان هو ما يتقذيش أنا مبسوطة جداً من قراء إني شفت أن الأغلبية حاسين أن فيه حاجة غلطة مش مظبوطة حاجة نقصة حاسين أن القصة مش منطقية آه وهذا منطقي أن هما حاسين أن القصة مش منطقية لأن القصة فعلاً مش منطقية هو التنمر على عيالنا ممكن يوصلهم لكده؟ آه التنمر بقى من الحاجات الخطر جداً يعني لو حد تنمر على ابني آه أنا أروح أعمل ليه؟ آه يعني عارفة آه التنمر ده اللي هو سلوك عدواني تجاه الآخر ولازم يكون سلوك متكرر يعني أنا بكرر العدوان ده أكتر من مرة عشان يبقى اسمه تنمر لو أنا عملته مرة واحدة ما يعتبرش تنمر يبقى اسمه اين؟ العدوان تمام؟ أنا مددأ منك آه إلي تأدب أنا مددأ منك فخلاص لكن لما كل مرة قبلك فأعمل نفس الفعل أعمل السلوك العدواني ده فده اسمه تنمر ولكن موركش غير بالزبط كده التنمر ده ممكن يبقى بشكل مباشر وممكن يبقى بشكل غير مباشر شكل مباشر يعني أتريق عليك تمام؟ أتريق على تسريح شهرك أتريق على لبسك تنابز بالألقاب التنمر ده على الفكرة من زمان يعني ربنا بيقول في الآية ولا تنابزوا بالألقاب فشوفي سبحان الله من سنين وكان في تنمر نا ده في ناس تسميهم في الشغل في حد حنا في القبها في حد مش عارف ده أنت عملهم هو ده تنمر هو ده نوع من أنواع التنمر كمان التنمر ممكن يبقى غير مباشر فأنا أعزم كل الموجودين في البرنامج وأجي على سالي ما أعزمهاش ده كسر خواطر لا ده تنمر ده نوع من أنواع التنمر اللي هو بعملك اكسكلوجين أو بس تسنيكي من ال أهزر مع كل الناس وما أهزرش معاكي أسلم على كل الناس وما أسلمش عليكي فأنا كده وطفل زي ما في القصة كده بيخلي سقط الطفل في نفسه تتهز لأنه هو بيرسم صورته عن نفسه من خلال رأي الناس مهما أنا بدي له حب وحنان وهتمام يا حرم خدي بالك بقى أنه هو لسه مش كبير كفاية عشان يبقى صورته عن نفسه شايفها من دماغه يعني سالي دلوقتي تقدر تقول صورتها عن نفسها متكونة من رؤية سالي لنفسها لكن وهي صغيرة رؤيتها عن نفسها كانت متكونة من رؤية الناس لها فالناس لما يقول لك أنت جميلة يا سالي هتفرحي وسقطك في نفسك هتزيد طب ولما يقول لك أنت واشا يا سالي أقول لهم شكرا يا جماعة شابوه مرسي جدا بس الفكرة أنه أزاي علم الطفل ده ما يقصرش فيك مش مهم أنا جميلة ولا لا هي بقى دي الفكرة أنه رؤية الطفل عن نفسه بتتكون من خلال كلام الآخرين لأنه هو لسه طفل وسقطه في نفسه لسه ما تكونتش فلما نقوله كلام سلبي رؤيته لذاته تكون سلبية ولما رؤيته لذاته تكون سلبية هيفضل طول عمره شايف نفسه بشكل سلبي حتى لو أنا بديله كل اللي هم يحتاجه لا لأنه في السن ده أصحابه يبقى أهم مني رأيهم فيه لأنه في السن ده بيترسم حاجة اسمها السيناريو إيريك بيرن في الترانس أكشنال اللي هو التحليل التفاعلاتي قال أنه في حاجة اسمها السيناريو بيترسم في حياة الطفل في سن 8 سنين لـ 10 سنين اللي هنديه للطفل عن نفسه هيصدقه فلو الطفل حس أنه كل الآخرين بيتطهدوه هيكبر ويبقى عنده الإحساس بتاع أن الآخرين بيتطهدوه لا ما هو فيه برضه أمهات عندها مساكل نفسية بتعرفوا نوب ربا أنت ما فيش حد قدك أنا أحلى ابن في الدنيا أمي خالد مع دي كارسة برد أنا عايز أروب على الاتمام ده هو إيريك بيرن قال كده بالضبط قال أنه لو بدأنا نسقف للطفل ونقوله أنت أحسن طفل في الدنيا يطلع طفل نرجيسي ولو بدأنا ننتقده هيطلع طفل وسواسي ولو بدأنا نحسسه أنه العالم غير آمن من حواليه هيطلع طفل اضطهادي برانويد زي اللي في القصة عندنا فهو طول الوقت التنمر اللي كان بيتعرض له كان بيحسسه أنه العالم غير آمن فبدأ يبقى عنده إحساس بالاضطهاد من كل الناس أنا حصل تنمر على طفلي أتصرف إزاي كأمي لأنه فيه وقعة حصلت شهيرة من فترة يعني كان أنه الأب تدخل وعشان يتصرف مع ابنه وفيه رأي تاني بيقولك ما يفعلش تعمل كده أنا لو أنا كأم وأنا ما عنديش عيال يعني بس أقولك أنا كمكر عمل إيه أنا هبقى موجودة في المكان وهطلع خلص القهوة بتاعتي واقسم بالله لو ما خدت حقك منت داخل البيت هاخد حقه إزاي زي ما هو عمل فيك تعمل فيه أنا مليش فيه ما تحكي ليش مش حصل واحد دي ترات أربعة عروا اخد حقك وتعالا أنا بستاني برا باشرب الكافي لكيو أنا ببدخلش لا ما هو ده غلط برده لكن ما عنديش حد ما يجيش البيت ما هو ده غلط برده وبهونتي أنت اللي بتقوليه ده مع ما أننا ما فيش قانون أننا بقنا في شريعة الغاب لا ما هو أطفال ما فيش قانون واحد يخد منك المصاصة بتاعتك ويخدها يا حبيبي أنا ما فيش فيه أنت بتعلمي كده الطفل أنه ما فيش قانون وما فيش قواعد لأي حاجة وأنه البقاء وأن البقاء للأقوى اسمعي بس لا البقاء لللي بيأخد حق غلط ما هو ده الأقوى ما هو اللي بيأخد حقه يا سلام فهو راح عشان يجيب المصاصة اللي صاحبه خدها منه فصاحبه كان قوي فصاحبه ضربه تاني هروح ضربه لأروح ضربه هو صاحبه كنت أنا بقى كهوم مامي أروح أقول لمامته بعد إذنك يا مامي أنا محتاج ربي لإثنين ده يضرب وده يضرب وعمش فأنتي بتعلمين القانون وهنشتكي للمسؤول والمسؤول هو يجيب للمسؤول ولو المسؤول ما جابشه حق عشان نعلمه أنه فيه قانون ولازم نحترم القانون لكن اللي احنا بنعمله ده اللي هو روح هتحقق أنا بعلمه أن ده شريعة الغاب وأن البقاء للأقوى يعني لو الدرب الدرب في المدرسة الدرب في النادي الدرب في الشارع لازم أتخذ الإجراءات السلمية واروح أشوف مين المسؤول في المكان وهو اللي يجيب له حقه واتبع القانون والتعليمات لأن أنا بقيت بلطجي إذا كان اللي قدامي بلطجي فأنا كمان عشان رضي عليها حاولت بلطجي فإحنا الاتنين بقيتنا بلطجية ما بقاش فيه واحد فينا محترم طب ماينفعش رأيي تاني بيقول أنا أتكلم مامتو وأقولها حصل واحد اتنين تراتة أربعة بعد إذن اعملي كده اعملي كده لو الأم بقى ما تصرفتش شايفان ده الأنسب لأي أنا كنفسي مش هقدر ألامه المكان اللي احنا كنا فيه ليه قواعد إحنا لو في مول فالمول نفسه ليه قواعد يعني أنا هروح الأول يعني أنا رأيي أنه مثلا اتضرب في المدرسة هيروح يقول المس الموجود المس ما خدتش حل هروح للأم أو لا بعد إذنك ابنك واحد فيه المامي زين يا جماعة على جروب المامي هنلاقي مامي زين مامي زين يا جماعة بعد إذنك يا أمي زين ما تخليش إيه ابنك يضرب ابن تاني عشان أنا إيه هتدخل أعيه لقيت أمي زين سلبية أنا عمل إيه المدير بتاع المدرسة اللي احنا فيها أكبر بقى متيش وزير التربية والتعليم نفسه أقعد أصعد طبعا لكن فيه قانون في الآخر فكرة أني بعلم ابن اللي البلطاجة بتجيب حقك هتخليه بلطاجي وإذا كان اللي قدامي كان بلطاجي فأنا كمان أحاولت بلطاجي زيه فعلا بعلمه يجيب حقه بالقانون وأنا محترمة ده جدا سنين عشان نجيب حقه إحنا هنروح للمدرسة وهاخده معي وهروح عمل المشكلة في المدرسة وهتكلم مع مدير المدرسة وهتكلم مع التيتشير وهتكلم مع أم الطفل فهشوف أن حقه بييجي فأنا كده جبت له حقه هو شايف أن حقه بيجي والنماما بسكتتشير هحل تاني يوم المدرسة بس لو إحنا في قصة النهاردة وزميله رمو في النيل وجابوله رتجاج في المخ استهلا بقى بعد الفاصل لا إحنا محتاجين نتكلم عشان أنا على فكرة شفت الحوادث دي كتير جدا أطفال كانوا بيهزروا مع طفل غرقوه في الميا عينيه في حاجة بازت مش عارف إيه بنلعب عملوله تشوه فإحنا محتاجين نتكلم في مضوعة ده كتير جدا استنونا بعد الفاصل جماعة عايز أقول لكم أن أنا ودكتور حمودة عديد من التخانق في الفاصل بجد أنه هل الطفل لما بابا يروح يجيب له حقه في المدرسة أو لا فبيقول لي أنت باباكي ما كانش بروح يجيب لك حقك عايز الحقيقة أنا بابا ما كانش بيرضى يروح للمدرسة يجيب لي حقه بالعكس كان بيقف معهم ضدي مامي اللي كان بيجيب لي حق مامي بقى بنتي ما بتغلطش أنا مربية بنتي أنا مش عارف إيه وتعطوني يا جماعة من فضلكم ما تشدوش على بنتي جبال وحدنا حيثت العلقة المصرية بس كانت قدام الناس تكبرك بابا كان يقولوا بنتك عملت إيه يعني مثلا أنا فاكرة شكوى من شكوات كمدرسة بتقوله بنتك هنومة خالص لا يعني هنومة دي مدرسة عربي بتقول لها أني بتكتب بالراحة كده وكل حاجة بالراحة وعيش حياتها قوي أنا تهزقت عشان أنا عيش حياتي قوي بالراحة عشان كده أنت كنت بتجيبي حقك بإيدك عشان أنت ماكنش بجيليك حقك أنا مش معان الحق يجيلي بإيدك أنا بقول لك الحقيقة أنا مش معان الحق يجيلي إيدي بس سأولك على حاجة أنا بحب أنا عدك نفسيين على الهواء يا سيلي أنا حب أن أنا والله العظيم شاب أقول لك الحقيقة وبعترف على طول أنا دلوقتي بقيت بحاول أبقى كاظمين الغيز بس أنا بستفز بسرعة والله العظيم وأنا في المدرسة مشكلتي أنا كابل لك محدش يستفززاه فأنا حاسة بمشكلة الولد ده اللي وصلته للحالة النفسية دي يعني أنا شايفة أن القصة دي كلها هو عملها عشان يبقى عنده أتنشن أنا حاسة بيه جدا يعني أنا موصلتش للدرجة دي لأن أنا كنت ساعد بفتيري وبعدك يا رجع أقول سوري فعارف ده لو كان خات حقه شوية ما كناش هنوصل للدرجة دي يعني إيه سحاب يرموني في النيل ويجي للتجاك في المخ يعني ممكن يكون ده نوع من الهزار زي ما أنت قلتي وهما كانوا بيهزاروا معه أنا شفت الهزار دي مع الناس كثير فحصل فعلا وممكن يكون هو برضو من ضمن القصة اللي هو عملها خدي بالك هو باين في القصة قوي أنه هو كان ضحية جدا وبعدين قرر تحاول بطل ففي الأول هو بيتنمروا عليه وبيهزقوا بيرموا في النيل وبتاع وبعدين قرر أنه يبقى بطل مغوار وأنه هو يقفل ويبدب وأنه يقفل معقل بحية وعايز يبقى بطل في خياله طبعا ولو نفسه يبقى بطل بجد هو عايز يبقى بطل ممكن طبعا يكون بطل في خياله وممكن يكون لو هو كلامه صادق فممكن يكون بطل في الحقيقة وإن كنت أشك أنه هو بطل في الحقيقة وأعتقد أنه هو زي ما أنت بتقولي كده هي بطولة خيالية لأنه هو طول الوقت عايش في دور الضحية فقرر أنه يبقى بطل وعشان كده قرر يبعث رسالة دي لأنه لو حد بيعمل كده وعمره ما يبعث رسالة زي دي أنا متعاطفة جدا أنا حاسة لأنه دكتوره وإحنا ليه الجيل بتاعنا ده بقى مليان أمراضي نفسية أكتر ولا عشان السوشيال ميديا ده مش السوشيال ميديا بس ده عامل من العوامل بس خدي بالك لا أنا قصدي عشان السوشيال ميديا إحنا مش بقينا مرضى نفسين بتفاوت زي ما أنت كنت قولي وأنا أحترم كلمتك جدا إحنا كلنا عندنا يعني مرضى نفسين بس بنسب لا أنا مش بكلم عشان السوشيال ميديا إحنا بقينا كده لا بكلم إن السوشيال ميديا وضحت لنا ده كله لأن العالم بقى قد كده دايرة بقيت صغيرة قد كده السوشيال ميديا نفسها زودت الأمراض النفسية لأنه كل ما بنبص على مشاكل الناس بتزيد مشاكلنا بالمناسبة يعني الحاجة التانية وسائل التواصل بشكل عام اللي يفتح اللايف ويقعد ويكلم الناس عن حياته الشخصية لما زمان كنا بنبذل مجهود بدني يعني لما الموظف كان بيبذل مجهود بدني في أن يركب الأوتوبيس ويروح الشغل ويقعد في الحرة ويروح البيت تعبان كانت الأمراض النفسية أقلب كتير لأنه كان أغلب الطاقة اللي عنده بيطلحها في المجهود البدني دلوقتي هو بيركب تكييف ويوصل للشغل ويقعد في التكييف يفتح الموبايل يطلع على عيب بالزبط كده أو يتفرج على العالم الحوالي مش بس كده مفيش مجهود بدني بس في مجهود زهني كل ما يزيد المجهود الزهني كل ما يزيد الأمراض النفسية طب إزاي المجهود الزهني ده أنت متخيلة؟ يوصله لده أكبر عدوه للإنسان وأكبر عامل في زيادة الأمراض النفسية نفسه؟ والله العظيم بالزبط يعني ده الدعوة اللي كان بيقولك زمان ربنا يكفيك شر نفسك يا بني التفكير الزهيد ده بجد ربنا يكفيك شر نفسك يا بني أيوة التفكير الزهيد التفكير الزهيد ده أكتر حاجة ممكن تدخل في أمراض نفسية أننا طول الوقت دماغي شغالة فدي مشكلة كبيرة فهو ده اللي بقى بيحصل لأنه شبزل مجود بدني وابس بيبزل إيه؟ مجود زين يعني بجده عدوه الإنسان نفسه لما أعرف فكر زي ما أسل يجي إليك اللي هي الساعة اللي قبل النوم دي اللي أنت بتوعد تجلد فيها نفسك يتطلع فيها نفسك سبع ساعة ده في حديث اللي هو نعمتان مخبنهم في يوم ما كثيروا من الناس الصحة والفراغ من كتر ما إحنا قاعدين فضلين تبدأ دماغنا تشتغل ونبدأ ندخل في أمراض نفسية وفي حوارات مع نفسنا بس لدرجة نحن نحصل نديم الساعة اللي أنت بتقولي عليها دي الساعة اللي أنت بتقولي عليها دي ناس كتيرة جدا وهي دخلت نام بيحصل لها أوفرتينكينج ويعودوا يفكروا ويعيدوا يزيدوا دي جلد الزات وصنكريات بس وبعدين يبقى عندهم بعض شوية اتراب في النوم أو بتلعب على الموبايل وبتتفرج على الناس فتلاقي أكتر إن أنت قاعد في البيت وغيرك مثلا بيعمل كذا إن أنت قاعد في البيت ويعمل يسرق بيعمل فيزا وهو لو حد عمل كده ياخد فعلا عقوبة 15 سنة سجن زي ما بيقول لا ولا دي من تأليفه أنا معرفش في القانون الحقيقة ولكن أعتقد أنه آه يعني طب تعرف الناس مع بعض رأي القانون معانا مدخلة مع المحامي الأستاذ عبدالغاني السماحي المحامي بالنقض مسائل فلي يا أستاذ عبدالغاني أخبرك عامل إيه كل طبيب والله زي القل الحمد لله عم أقول لك إيه بقى يا أستاذ عبدالغاني إيه رأيك في قصة النهاردة دي وهل في حاجة اسمها كده والله هي القصة دي ده ولد ضحية التنمر طول عمره لأن الأسف أنا شايف أن موقف أهل مسلبي جدا طول حياته في المدرسة جدا إحنا رسا بنتكلم هو مع دكتور حمودة وبنقول إنه لما الأهل ما يجيبوش حق الولد يعني بالطرق القانونية لأن إحنا عقف اختلافا ودكتور حمودة يقول لك لازم تبقى طرق قانونية هيوصل كده صح؟ هو أبسط أبسط شيء طبعا إنه هو أهل يروحوا للمدرسة اللي حصل مع إبني كذا كذا ويبدأوا يتكلموا الموقف ده حصل ليروحوا للمسؤول اللي في المدرسة أنا طبعا مع بلطافك مع الدكتور إنه مايتمش أخذ الحق بأي طرق وصيلة من وسائل البنطدة أو دفع القوة بالقوة أو كده لأنه ده غلق طبعا إلا في حالة إنه ما فيش مسؤول في المكان يعني هو فيه أطفال لو هما الأطفال تخنقوا مع بعض وحد مثلا خد كراست حد ومرجعش بيها مش يروح ياخد كراسته ولا يروح يشتكى عشان يجيب كراسته لا ما يدفعش طبعا لا يروح للمسؤول اللي في المكان ويبلغوا طب وش معنى الثاني هو بياخد كراسته ما خدش مرحش لمسؤوله وبياخد كراسته من الولد يعني أنت مرحتش لمشؤول تقول يعني مثلا إحنا لو هنتكلم من جهة القانون أنا لو واحد مثلا عمل فيها جريمة ضربنا فأنا أرد الاعتداء باعتداء لا في حالة واحدة بك أنا بقول لحضرتك في حالة واحدة بك إنه أنا بلفع عن نفسي لا أدفع عن نفسي طبعا حد جاي بيتهجم علي هقولها سواني هشتكي لمدرسة مش هعرف هقول للولد كده يعني أنا احترامي لكم لا معنديش هياه مش هعرف هقول لطفلي يا جماعة لو حد يجي ضربك اجري يشتكي والمشكلة أنه في السنة ده يا أستاذ عبدغاني وبرضو يا دكتور حمودة الأطفال بتتريع على بيروحوا للمداء المدرسين ده بيبقى بيتنمروا أكتر يقول لك أنت عاكش تاخد حقك روحت للتيتش ولا روحت للمدام هنعمل إيه تاي ليه مشكلة تانية ليه مشكلة تانية وعلى فكرة واجهتنا كلنا مع أولادنا أن أنت أنا ما بقولوش أن أنت بتاخدش حقك إنما حقه على فكرة اللي بيضرب ويجري دوت لما يروح للمدرسة بتاعته أو المسؤول في المدرسة ويجيب القتل ده قدام صحابه ويطلعوا غلطانه قدام صحابه هتقول إحراج ليه أكتر آه وكده خد حقه كويس ده لأنا ما بقولوك بس أنا أسألك على حاجة لو هو عقوبة التنمر كم سنة سجن لو هو التنمر في حد ذاته كجريمة جريمة حديثة حتى في بره آه يعني أنا عايزة أعرف لما لما تعدل أو اضافت للقانون بقدي إيه لأ حدثت التنمر نفسه تحدي ذاته في مصر مش معرف يعني ما مش تعريق قانون عشان يعني برضو يكونوا حين الأسف حنا عندنا الطرق في الحتة ليه لازم تبقى ضربة أو إهانة أو غلط لفظي أو كده آه طبعا الضرب ده له طبعا له جريمة محددة طب عقوبة عقوبة اللي يخترق صفحات أو يدخل على الديب ويب أو الحاجات دي دي موجودة كم سنة بايوس؟ مش الديب ويب يعني هو كل من اللي أنا سمعته من الحوار من الموضوع بتاعه الجريمة اللي تنطبق عليه اللي هي الجرائم الوردة في القانون اللي صدر سنة 2018 اللي خاصة ب مكافة بيران تقنية المعلومات اللي هو عمله ده كله هو فيه حاجة واحدة بس اللي تنطبق عليها جريمة اللي هو كان بيدخل وبيجيب بيسرق الحاجات بنكية وياخد رصيد الفيزا كارد بتاعت حد أو آه ياخد رصيد الحساب بتاعه يعني دي دي أقومتها نرطيها مدى 23 من القانون 175 سنة 2018 ودي بياخد فيها من ثلاث شهو وغرامة 30 ألف ولا تجاوز 50 ألف جنيه وميرجعش الفلوس اللي أخدها لو أخد مليون لا ميرجعها أي بيير كلية مستتاخد أو سلسلس أي جريمة نابجة يعني رجع اللي أخده بلس فوقي العقوبة بتاعته آه يا حبس وغرامة طب لو لو اختراق المواقع وكدة لي حاجة اختراق المواقع طبعا اختراق المواقع بس المواقع الملخص بيها لو حد اختراق موقع بنكة أو حاجة كده كبيرة يعني آه طبعا أو موقع وزارة من الوزارات آه طبعا عقوبة. اه طبعا. متنظمها. نفس القانون ده بنظمها المادة سبعتاشر والمادة تمنتاشر والمادة تسعتاشر. كل ده ده نظامه برضو فيه حبس وغرام. كل الجرائم دي كان حبس وغرام. بس طبعا مش بالهو بدون خمستاشر سنة. طبعا ما فيه في الكلام ده. مش بالخمستاشر سنة. انا قلت اسأل رأي القانون عشان اعرف يبهو. انا انا دي التريكة اللي كنت افهم القصة دي حقيقية. ولا لا دي حاجة من الحاجات برضو. نورتيني وتسلامي. هي طبعا ما القصة واصلتنا احنا نتعامل معها لانها حقيقة. طبعا. دي حقيقة وحرك معنا من زمان وعارف. فريق واحد. اه اه. طبعا. مشكرك ونورتيني يا سيد عبد غاني. انما في كارثة في القصة موضوع المصحاب ويربوه لفوق الكوبر اكتوبر ده. اه الارتجاك في. طب ايه العقوبة دي صحيح لو حد بيهزر مع زميله ورمام. ده كده شروع في قتل. شروع في قتل. لانه لسه جريمة حصلة من كام يوم بيهزروا مع صاحبهم. مش عارفة عملولوا حاجة بالهوى في جسمه. فجسمه باز يعني الامعاء انفجرت. بلاك كلها بنهزر ما كانش قصدنا. دي عقوبة اتبا ايه? ده شروع في قتل حضرتك. ده شروع في قتل ده بياخد فيني. كده ياخد تلف سنة لخمسان سنة. شان يهزروا. اه طبعا. ده عملو ده كارتة اي. انا بشكرك ونورتيني. شكرا يا استاذ عبدالغاني السماحي المحامي بالنقض انا بشكرك جدا. مشكلة بانه حتى لو يعني حتى لو القانون بيجيب الحق. الاسر النفسي ما بيروحش يا دكتور حمود. صح. يعني ان طفل هم مثلا ان يوقعوه في عينه طبوز يبقى مش شايف بعينه. حتى لو جبتوني ما للدنيا انا عيني مش هترجع. صح. يعني اللي واحد يقولك هنا ارتجاج بالمخ. ارتجاج بالمخ يا ابن انت. ولو اللي بيجيب والتجاج بالمخ ده بيرجع عادي. اه بيرجع عادي. ممكن عشان كده ممكن يكون فيها. بيجيب من قدم ساوي يعني عادي. اه اصلا. ولا بيجيلك اصبح بعصبي شوي. ده 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 برين كونكشن. يعني ده لي اعراض تستمر فترة وخلاص. محصلش هامورجي ومحصلش حاجة. ده بيجيلك لا بتخليه عصبي شوي. انا عارق امك بتقولك معلش السوق جاله ارتجاج في المخ وصغير فيه عصبي شوي. ماليوش دعوة خلص. هو ارتجاج في المخ ده يأثر على التركيز والوعي والانتباه بتاعه. الفترة قصيرة وبعدين خلاص. الامور بتتحسن. تمام. فعادي انه يعدي والامور عادية. طالما ما حصلش نزيف في المخ فما فيش مشكلة. ففي ناس كتيرة ممكن يجي لها ارتجاج في المخ من حادثة عربية مسلا. اه بيرجع عادي. بس دي بتبقى ثري او فور مينتس يعني. ما هو ارتجاج في المخ ده فترة قصيرة تتأثر فيها الزاكرة والوعي والانتباه بتوعه. ايه. وبعدين بيبقى كويس. فهو لو حصل الرتجاج في المخ ممكن يعيش طبيعي بعد كده عادي وخلاص مفيش مشكلة. فممكن ده يكون حقيقي وحصل. الولد ده احنا مفروض نبعت لأهله ولا مفروض نعمل ايه? والله المفروض نبعت لأهله طبعا والمفروض نشوف اين? نجيبهم ازاي? معرفش. بس هو الولد ده لو زي ما بقولك كده لو قصة حقيقية فاحنا في مشكلة. ولو قصة مش حقيقية فاحنا في مشكلة اكبر. والله لسه بقول كده. لسه بقول كده قبل فاحنا في مشكلة اكبر. فاحنا محتاجين فعلا لو نعرف نوصل لأهله عشان نساعده. بس باي دكتور حمود انا في العادي بجي اقولك تنصح صاحب القصة بايه? او اللي بعيدت لنا او الضحية بايه? النهاردة مش عايز اقولك تنصحوا بايه? لان ممكن الكلام ممكن ما يفيدش قوي. بس انا اللي صعبان عليها الاهالي. وعلى قد ما ما صعبانين عليها بلوم عليهم انهم ممكن يكونوا شافوا الاعراض دي في ولادهم وماهتم موش. ايه الاعراض اللي بتظهر عشان توصل اولادنا لكده? عشان يبعاتوا للبرنامج يقولهم كده او ممكن يكون ده بيروح يحكي قصص هيتنمروا عليه اكتر يا حبيب. دي هتبقى مصيبه اكبر. اعمل ايه? طيب هو الطفل اللي بيتم بيتم التنمر عليه لازم ناخد بالنا انه بيبدأ يخش في ملايه محتش به الاكتئاب. ممكن طبعا ندخل في اعراض قلق او اعراض اكتئاب او انه بعد شوية حتى يحصل له توحد بالمعتدي فيبقى هو نفسه متنمر. تمام? فالطفل اللي بيتم التنمر عليه ده ممكن يعزل او ينزاوي او يبدأ مش عايز يختلط بزميله ومش عايز يروح المدرسة بدأ فيه اهمال في الدراسة بدأ فيه خلل في التفاعل الاجتماعي علاقاته بالاخرين بدأ التضطرب هنا فيه مشكلة لازم الاهل ياخدوا بالهم. طب الولد اللي في القصة ده كان عنده خلل وظيفي وخلل اجتماعي باين طول الوقت واهله ما اخدوش بالهم. ازاي? عمال يقولك فاشل 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 ما ده خلل وظيفي وخلل الاجتماعي ما عنديش اصحاب ما عنديش اصحاب واصحابي بيتنمروا علي او اهلي بتنمروا علي. ما هو بيقوله عمال يجيب درجات حالو. بغض النظر فيه خلل الوظيفي باين. يعني هو مش فاهم والناس مش عايزة تساعده. هو عمال طول الوقت في خلل وظيفي وخلل اجتماعي. ده علامات انظار للاهل انه الوقت عنده مشكلة. حاولوا تساعدوه. شوفوا دكتور نفسي. خدوه. شوفوا الحكاية. لكن انتو سايبينه تماما. هو عمال شايف نفسه فاشل. ما حاجب يساعده. هو عنده خلل وظيفي ومستوى الدراسي الناس كلها كانت بتعلق عليه سبك انه بينجح بالغشة او بينجح لانه بياخد اي درجات. بغض نعم مش عارفين. بس هو كم بينجح هو بيقول انا فاشل طول الوقت. تمام. فده معناه انه هنا في خلل وظيفي واضح. ده محتاج انه نشوف ايه الحكاية. الاهل لازم ياخدوا بالهم من الحكاية دي. تمام. طبعا الطفل ده او الولد ده بدأ بطفولة طفل بيتم التنمر عليه وعنده خلل في العلاقات الاجتماعية وانتهى بقصة واحد ممكن يكون مجرم. بس هو بيقول ان هو بدأ يبقى بطل. فهنا فيه مشكلة ولازم ناخد بالنا ان احنا محتاجين نلقط العلامات في اطفالنا من اول ما يبدأ يتم التنمر عليهم او يتعرضوا لأي مشكلات في المدرسة. ما نسيبهمش لحد ما يوصلوا للحالة اللي وصلوها الولادة. طبعا هو ده لانا عايزة مش عايزة منهم حاجة تانية انه في الاخر ممكن يطلعوا سفحين. اه طبعا. او يطلعوا مشوهين نفسيا ويتجوزوا ويشوهوا بقية العيال وامراته وبيعملوا مجتمع بقى. بالزبط كده. بس دكتور حمود انا مش مستوعبة النهاردة خالص. مش مستوعبة انه ممكن. ولو الناس مش معاهم انهما مش غير مختدرين انهما يروح الدكتور النفسي. يبدأوا يتعاملوا زي مع عياله. ولا دي لازم. لازم نروح للدكتور النفسي. لازم نستبعد. لما نوصل للمرحلة دي. يعني هو اول ما يبتدي ينطوي او يخش اوته ومش عايز يكلمني انا ممكن اتدخل. لا ويبقى في خيار الوزيفي وخالة الاجتماعي ويبقى في الافكار الاضطهدية الموجودة طول الوقت عنده احساس انهم طول الوقت بيتطهدوه. لازم نروح للدكتور النفسي من بدل. اللي بيرفض لعلاج او ما بيرضاش يروح للدكتور. يدخل للمستشفى غصب عنه. يعني ايه? يدخل للمستشفى. طبقا لقانون الصحة النفسية مادة 13. ده طفل. بيخضع. اه حتى الاطفال مادة 11 سنة. مادة 12. مادة 12 من قانون الصحة النفسية. بس من المشكره في الموضوع مش هينفع امه هي لتوديه تبقى هيكبر عنده مشكلة. لما الطفل يبقى عنده مشكلة ويرفض العلاج. وخصوصا لو عنده مشكلة زي كده. انه عنده مشاكل لها علاقة بالزمان. هو ده مش طفل بقى ده وصل لجمع. او اضطراب الشخصية للطهبية او طفل عنده ايه? فهو بيتحجز. ايوة حمودة صعب جدا يا حمودة بتقوله ده. انت عشان شديد وانا عارفة انا بحب نوعك في الطب النفسي لو اقوم. اعمل. هتقدر. بس مش كل الناس كده. ايوة. هو مش كده. ده القانون. انا اتكلم في القانون دلوقتي. لو عدى 18 سنة بيتحجز تبقى للمدده 13. لا انا بقولك لو 11 سنة لو 10 سنة بيتحجز يطبقى ولمدده 12 بقانونة صحة النفسية. برضو? قانونة صحة النفسية بيتيح حجز لاطفال اللي عندهم مشاكل نفسية. طبقا القانونة الصحة النفسية بشرط موافقة والايا الامر. ما انفعش ان ده دي. ان ده دي في ايه? متحارة عليه؟. ان لو يروحي تعالك حبيب. ماشي. احنا بنعمل كده. ما ان حامل كده. و entscheiden مولاحبش. ما حمل بنعمل كده وبنحول مع كل المحاولات ولما بتفشل المحاولات ما قدمناش غير ان احنا ندخل للمستشفى طيب كون لقالون الصحة النفسية مدى 12 ربنا يعفو عننا ويعافينا نورتني يا دكتور حمود نورك يا سئلي انا بقولك اهو في اخر الحلقة انا بدور على اهله لو حد ظهر على ولاده الاعراض دي يبعت لنا وعندوكو ارقام رسائلنا ارقام الواتساب والفان بيج بتاعت الفيسبوك بتاعتنا مفتوحة 24 ساعة وبنشوف الكومنت كلها وبنشوف المسجز ارجوكو يعني انا النهاردة اول مرة اطلع من حلقة وانا عاملة كده وزعلان وخيف خيف على اللي جاي وخيف على مستقبل ولادنا وخيف على المستقبل كله لان احنا بدنا نروح في حتة مش حلوة خالص مش عايزة اغمقها لكم بس الحق ويالكم بشكركم جدا وهستناكم في قصة جديدة وكون قصة حقيقية باي باي اشتركوا في القناة